طيب واحدة من الأشياء المهمة جداً النهاردة أو من الأخبار المهمة جداً النهاردة اللي أحبت أجيبوا لحضراتكم مش بس عشان هو الخبر مهم بس يعني ممكن نتطاعز منه حلوة جملة نتطاعز منه سموا لقيته أسطورة المنتخب الكاميروني أسطورة الكرة للقدم الأفريقية النهاردة رئيساً للاتحاد الكرة الكاميروني فهذا النهاردة في الانتخابات السورة أمام حضراتكم هاي سموا لقيته نجم برشلونة والإنتر السابق واحد من اللاعبين الكبار في تاريخ الكرة الأفريقية واحد من أساطير الكرة الأفريقية اليوم رئيساً للاتحاد الكرة في الكاميرون طيب نتطاعز بيه عميين ندوى دلوقتي مين هيبقى رئيس الاتحاد الكرة اللي جاي عميين نفكر وعميين نسمع أسماء قديمة مع كامل الاحترام إن شاء الله يخشه انتخاباته وينفسه يعني اللي يكسب يكسب بس أنا أقصد إنه في أسماء صغيرة أنا معرفش مينة يعني مش بزكي حد بس عايزين أسماء جديدة كده المشكلة يبقى فيه الشباب هم لبراسة اتحاد الكرة لو مش لقيين ناس خبرات كبيرة مميزة يقدروا يمسكوا اتحاد الكرة أو مش متاحين يمسكوا اتحاد الكرة نفس الدائرة دي توسع شوية برضو زي ما بنتكلم على دائرة دائرة اختيارات لمنتخب مصر اللي وقت عميلة تكبر نفس دائرة بتاعة اتحاد الكرة دي أو انتخابات اتحاد الكرة تكبر شوية دايما دياء على أسماء بعينها عايزينها تكبر شوية عشان نشوف أفكار جديدة وأمور جديدة يعني الكثة بتاعة الرابطة دي احنا شفنا اسم جديد يعني أستاذ أحمد دياب هو اسمي مش معروف في الكرة مش مشهور مش لعيب كرة يعني ملا بس الملعي مش من لعيبت الكرة بس فينا يا راجل ناجح إداري ناجح فبقى موجود في الرابطة بينشيد بالربطة من أول يوم الله أعلم اللي هيحصل إيه بعد كده مش بينشيد بيها في المطلق بس دلوقتي أهو الراجل ناجح دي بس لها علاقة بيه فكرة إن سامو الإيتو النهاردة كسب رئيسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم